موسيقى حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف كأنه لوحده اللي فاهم وشايف نحتاج لفكر ونبحث كتير الموضوع ده فعلا حقيقي وخطير ولا حد مهما ما كانتو يقول نمشي بطريقه ونلغي العقول حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وفيني الحقيقة ولا حد عارف حكاوي وفتاوي بتملى المواقع وكله يقولك كلامي ده وقع حكاوي وفتاوي بتملى المواقع مرجح أنا كنا تكلمنا عن أنه الأربع أناجيل كل واحد فيهم بيتكلم عن المسيح بواجه معين وكنا قلنا أنه كنا بتدرينا نتكلم عن متة وقلنا إيه المميز في متة بس قبل ما نخش على مرقص فلوء أو يوحنا كنت قريد أنه فيه ناس بتقول أنه أنه الأناجيل عشان تكتبت في أوقات مختلفة عن بعض فكان فيه زي كأنه فيه تطور للفكر اللهوتي عشان كده نلاقي مثلا أنه مرقص ما بتكلمش كتير عن لوط المسيح لكن نلاقي يوحنا بيتكلم عن لوط المسيح في لفل تاني خالص فهل الفكرة في كده أنه مع الوقت حصل فيه نقط جلهوتي؟ لو تفتكر يا فادي وإحنا بنتكلم عن التشبهات قلنا أنه كلهم ركزوا على هوية المسيح أنه الله الكامل إنسان الكامل بس خلينا نفتح مرقص ونشوف هل الإدعاء ده يزبط ولا لأ مرقص واحد نتكلم عن مين هو المسيح في مرقص وإحنا بنحاول نرد على الإدعاء ده تمام؟ مرقص واحد عدد واحد بيقول بدء ينجيل يسوع المسيح ابن الله فمرقص مخباش علينا من أول جملة أنه يسوع النصري ده هو المسيح اللي العهد الأديم بيتكلم عنه لأن عهد الأديم بيتنبأ أنه فيه حد يبقى ممسوح من الله يملك وهو نفسه ابن الله ممكن حد يقول بس هو ما عرف لناش ابن الله هنا معناها إيه طبعا واش؟ معناها أنه الله عنده ابن جسدي معنا هنا روحي ما بالمية لكن خلينا نكمل نشوف مرقص كمل على طول إزاي العدد اللي بعده كما هو مكتوف في الأنبياء فمرقص عايز يقول لنا كل ما أكتب مرتبط بالعهد الأديم ها أنا أرسل ركزوا في الكلمات بقى ركز معي فيدي ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي مين اللي بيتكلم هنا؟ واضح أن الله بيتكلم بقول أنا أرسل أمام وجهك وجه مين هنا؟ اللي هيرسل قدامه خادم أو ملاك وجه المسيح فهنا أرسل أمام وجهك يسوع ملاكي أي مرسلي اللي هو هنعرف أنه هو يوحن المأمدان اللي بيقد الطريق الذي يهيئ طريقك قدامك فالملاك دوت هيعمل المرسل ده هيعمل إيه؟ هيهيئ طريقك قدامك معلش تعالوا نفتح ملاخي بسرعة اللي الاقتباس دوت جزء كبير منه يعني هنا فيه إشارة لخروج 23 وملاخي وكمان لأشايا 40 ملاخي 3 بص بيقول إيه؟ هأنا إذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق قدام مين قدامك ولا قدام مين؟ أمامي وأخبالك الرب بيتكلم وبيقول ملاكي هيهيئ الطريق قدامي مرقص أعامل أعادة صياغة وقال الملاك ده هيهيئ الطريق قدام قدامك أنتا قدام يسوع فما يقول الرب عن نفسه في ملاخي يقوله الآب عن الإبن في مرقص تمام؟ فدي إشارة يعني ضمنية إنه الإبن دوت هو الله المتكلم في ملاخي فلو أخذنا واحد اللي هو ملاخي واتنين اللي هو مرقص يبقى الثلاثة اللي هو إيه؟ إن المسيح هو الله آه لو أخذت البريمس واحد الإفتراض الأول والتاني الثالث يبقى أن المسيح هنا هو المتكلم في ملاخي واللي بيأكد ده بقى بص العدد اللي بعده يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية ده أشعر أربعين بقى تمام؟ أعدوا طريق الرب طب إحنا في عدد اتنين قلنا الطريق ده بتاع مين؟ طريقك ده اللي هو يهيئ طريقك قدامك ده يسوع في ثلاثة على طول بيقول الطريق ده طريق مين؟ الرب فطريق يسوع هو نفسه طريق الرب فدي إشارة مرة تاني لإلهية المسيح لأنه لفظ الرب دوت ولا سيامة عند مستمع المرقص غالباً كان مستمع أممي لأنه كذا مرة مرقص يقول كلمة أرامية ويفسرها بلغة لناس ما تعرفش الأرامي بتاع المنطقة اليهودية فهو ده إحنا هوا بيتكلم ناس أمميين فالمستمع الأممي دوت بالنسبة له كلمة رب دي بتشير للإله عشان هما كانوا الأمم يقولوا قيصر رب أو هكذا فبالنسبة له الرب بتشير للإله ورب في العهد القديم الترجمة السبعينية بتشير عادة ليهوى يعني لو قريت تسعة تلاف مرة في العهد القديم كلمة رب باليوناني حوالي سبع تلاف كانت في العبر يهوى تمام؟ فكلمة كيريوس اللي بتترجم رب في العهد القديم اليوناني عادة دي كانت إشارة لله نفسه فهنا مرقص في بدايته بيتكلم عن إعداد طريق الرب هقول لك 20-23 سرعة وهارجع للإعداد دي تاني عشان نتكلم عن طريق الرب دي تاني بس افتح معي كده مرقص اتنين عايزة أقول لك إزاي في البداية على طول مرقص عمالي يكلمنا عن إلهية المسيح عكس الناس اللي بتقول إنه يحنى قال الكلام عن إلهية مرقص اتنين عدد 19 قال لهم يسوعهم بيسألوا عن الصوم هل يستطيع بن العرس أن يصوموا العريس معهم مدام العريس معهم لا يستطعون أن يصوموا ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذن يصومون في تلك الأيام إيه الصورة اللي المسيح بيعبر بيها عن نفسه هنا صورة إيه العريس العريس بحسب الزين اليهودي مين هو عريس شعبه مين عريس إسرائيل الله الله نفسه مام فتقرأ ده وتفهوش على السفر المشهور اللي بيمثل شعب الرب زي عروس الرب والرب نفسه هو العريس بتاعه انزل تحت على طول في عدد 28 في نفس الإصاح إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا طب هو مين رب السبت بحسب كتابات اليهود الله الله نفسه هو اللي عمل السبت وبركه وقدسه في تكوين اتنين أول ثلاث أعداد تمام فوالح أن مرقص مش بيخبي علينا اقتناعه الشديد أنه يسوع هو الرب بتاع كتابات العهد الأديم بس إحنا متفقين الإنجيل تعبير عن شخص المسيح وإيه تانيه وعمل المسيح تعالوا نرجع لموضوع طريق الرب دوت عشان نتكلم حاجة بسرعة عن عمل المسيح إزاي مرقص مهتم من البداية يركز على عمل المسيح إحنا اتفقنا هو قال إنه يحن جاي يعمل إيه يعد الطريق يعد طريق الرب تمام المشهد اللي بعده على طول يحن بيعمل إيه بيعمد صح بيعمد فين لو فاكرين جغرافيا بيعمد في منطقة اليهودية دي في الجنوب تمام وبعد كده عدد تسعة ويحنى بيعمد تحته بيكرس بالتوبة ومغفرة الخطايا وبيقول إن فيه واحد بعد هيعمد بروحه الكدس في عدد تسعة وفي تلك الأيام جاء يسوع من ناصرة الجليل واعتمد من يحنى في الأردن يسوع جي منين بكزوا معي يحنى تحت في الجنوب ويسوع جي منين من الجليل من الشمال تمام فدي أول زيارة للمسيح في مرقص من الشمال من الجليل إلى الجنوب تمام وأول زيارة المسيح راح يعمل إيه راح للجنوب يعمل إيه يعتمد يتعمد طب والمعمودية دي إشارة لإيه إشارة للاتحاد بشعبه تمام كل الناس اللي راح تتعمد من يحنى بص في عدد خمسة فأخره بيقول معترفين بخطاياه كل اللي راح يتعمد بيعترف بالخطايا إنه خاطي وبيقول خطاياه وبعد كده يتعمد المسيح اعترف بأي خطاياه ما اعترف طب ليه تعمد علشان دي إشارة إنه هو رايح ياخد خطايا شعبه ويتحت بشعبه أول زيارة للمسيح من الجليل لليهودية رايح يتعمد إشارة إنه بيتحت بخطايا شعبه تمام بقيت إنجيل مرقص موضوع الطريق دوت فيه في غاية الأهمية مرقص ركزوا معي من نصاح تمانية للآخر بيكرر كلمة في الطريق حوالي 14-16 مرة مام والطريق ده بالنسباله إيه؟ بالنسباله الزيارة المهمة بتاعة المسيح من المنطقة بتاعة الشمال قرب الجليل منطقة فوق الشمال كمان فوق الجليل اسمها كيسارية فلوبوس الطريق إلى أورشاليم المرة الثانية اللي المرة دي مش رايح يتعمد مع مودية المية لكن رايح يتعمد مع مودية الألم الطريق للصليب الكلام ده معناه إيه؟ معناه أنه مرقص جزء كبير جداً من شرحه للمسيح هو المسيح العبد المتألم اللي في أول صفحة ورهه لنا رايح يتحب بخطايا شعبه ومن أول صاح تمانية للآخر هيقعد يقول لنا هو في الطريق إلى الصليب علشان يحمل خطايا شعبه ممكن نفتح حاجة سريعة في ده ممكن نفتح مرقص تمانية بص مرقص تمانية وتسعة وعشرة الأعداد في التلاتينات هتلاقي الإشارة المسيح بدأ يتكلم عن موته طبعاً في صاح تمانية اعتراف بطرس بمن هو يسوع يعني بص صاح تمانية عدد تسعة وعشرين ممكن تقراني يا فادي تمانية تسعة وعشرين بيقول إيه؟ فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح تمام فهنا هوية المسيح التلاميذ لقاطوها فهموها بعدها على طول فعدد واحد وثلاثين كمل لنا كده وابتدع يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتعلم كثيراً ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم تمام صاح تسعة على طول هتلاقي بيقول لنا في عدد تلاتين وواحد وثلاثين نفس الكلام ابن الإنسان يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل في اليوم الثالث يقوم بص عدد واحد وثلاثين سوري عدد تلاتة وثلاثين في صاح تسعة وجاء إلى كفر ونحوم وإسكانة في البيت سألهم بماذا كنتم تتكلمون فيه بينكم فين؟ في الطريق الطريق ده إيه؟ أرشاليم فسكتوا لأنهم تحاجوا فين؟ في الطريق في الطريق كمل الإصاحات دي تلاقي الإشارات لصليب المسيح وهو في الطريق من الجليل لأرشاليم متكررة كتير جداً إيه اللي عايز تقولهن يا مرقص؟ عايز أقولهو لك من أول صفحة أنه أعداد يحنى للطريق بتاع الرب هو أعداده للمعمودية في وقتها اللي بتشير لاتحاد المسيح في كمته في نهاية الإنجيل بشعبه وبخطاياهم عشان كده مرقص يلخص لنا اللي عايز يقوله في عشرة خمسة واربعين لو عايز أعداد بيلخص مرقص عشرة خمسة واربعين لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأتي ليخدم بل يخدم مرقص بيتكلم المسيح الخادم وليبزي نفسه فدي عن كثير مهم؟ ده المسيح في مرقص المسيح الخادم اللي جي يتألم اللي مشي طريق الصليب طيب أنت قلت لنا التلميس في إنجيل متى ممكن تقول لنا فين التلميس في إنجيل مرقص؟ التركيز في إنجيل مرقص يا مايكل على التلميس اللي بيتبع المسيح في الطريق القرشاليم اللي بيتبع المسيح حامل الصليب فممكن تقرأنا في مرقص ثمانية بعدما المسيح أعلن على طول أنه هو هيروح يتألم عدد 34 ودع الجمع مع تلميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فليمكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعي فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصه تمام فبص هنا إن أراد أحد أن يأتي ورائي لو حد عايز يبقى تلميذه ويجي وراي هيعمل إيه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني والحقيقة إنجيل مرقص بيقدم لنا حاجة معزية جدا التلاميذ وممكن تستغرب إنه دي معزية إنه التلاميذ باستمرار في مرقص بيفشلوا في إنه هم ينكروا نفسهم ويحملوا الصليب ويدبعوا المسيح دايماً مش فاهمين المسيح المسيح بقولون أنتوا عندكم غلازة في القلب عندكم بطء في الفهم ومش بتتبعوني وحتى في المشهد الأخير المهم كم واحد من التلاميذ وقف عند الصليب بتاع المسيح محدش فيهم وقف بحسب مرقص إحنا عارفين إنه يحنى وقف عند الصليب لكن كل التلاميذ اللي بقين إيه أنكروا وهرسلموا المسيح وهربوا فمرقص بيقدم لنا التلميذ اللي المفروض يمشوا ورا المسيح حامل الصليب بس بيقول لنا النظرة الواقعية إنه التلاميذ بقدرتهم فشلوا في ذا تماماً لكن المسيح في نعمته استردوهم برسالته بعد القيام عارفين بعد القيام المسيح قال روحوا فين؟ قال لهم يلا كلكم هتقابلوني على ساملاكا في الجليل في المكان اللي هو بدأ فيه خدمته فبعد ما راح لأرشاليم مرة تانية يرجعهم للجليل حيث بدأ المسيح خدمته علشان يرسلهم بقوة الروح والقدس وهم يبدأوا خدمة فمرقص بيقول لنا التلميذ واللي بيحمل الصليب بس بيقول لنا كمان التلميذ محتاج نعمة المسيح لأنه الواحده عاجز ومقدر شعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر